كما شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مساء اليوم في اجتماع وزراء الخارجية التحضري للقمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي ستعقد غدا به مدينة الرياضة وخلال الاجتماع استعرض وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية مسار علاقات التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات وصبل الارتقاء بهذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجانبين كما جرى بحث آخر التطورات والمسجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتبادل وجهات النظر حيالها بالإضافة إلى مناقشة مسولة إعلان الرياض الذي سيصدر في ختام القمة الرابعة لقالة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية اشتركوا في القناة